مرحبا بكم إدماج جميع أصحاب عقود ما قبل التشغيل خلال 2021 أعلن مدين العام للإدماج والتشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد شرف الدين بوظيف أن إدماج جميع أصحاب عقود ما قبل التشغيل في غضون سنة 2021 وأوضح بوظيف لدى نزوله ضيفا على برنامج الحدث مباشر بالتلفزيون العمومي أن عملية الإدماج حددت لها نهاية 2021 لتشغيلها كليا وفق ما تم تستيره حزب تعليم وزارية تعتمد أليات استثنائية بعد اعتمادها من طرف مجلس الحكومة وأشار إلى أن اجتماع لجنة وزارية مشتركة قامت بذراسة الإشكالية التي أعاقت تشغيل إدماج المستفيدين من عقود التشغيل حيث تم وضع رزنا ما تتعلق أساسا بالأقدمية في الجهاز ويسترط في المعنيين أن يكون قيدة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019 والأولوية حزب المراحل السابقة وبشكل متسارع جدا وأضف أن عملية الإدماج تخص المستفيدين موجودين في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019 يقدر عددهم حاليا بحوالي 365 ألف موزعين على ثلاث مراحل تخص الفئة الأولى من يملكون خبرة تفوق ثمان سنوات وهم معنيون بالإدماج حزب الرزنام المسطرة وفق المنشور الوزاري في 2019 وتتعلق الفئة الثانية بالمستفيدين الذين يمتلكون خبرة مهنية بين ثلاث وثمان سنوات كان من مفترض إدماجهم خلال السنة المالية 2020 فيما يخص الفئة الثالثة المستفيدين من من يمتلكون خبرة مهنية أقل من ثلاث سنوات والتي يفترض أن يتم إدماجهم خلال سنة 2021 وأفاد بأن قطاع التربية والجماعات المحلية يحزان على 82% من العدد الإجمالي للمستفيدين مشيرا إلى أن حوالي 25 ألف فقط من أصحاب عقد ما قبل التشغيل تم تنصيبهم وأن التعليم الوزارية من شأنها تقليص الآجال وحل حالة المشاكل المتعلقة أساسا بالمناصب المالية وكشف أن عملية الإدماج عرفت بطءا في التشسيد بسبب عدة معوقات منها جائحة كورونا ومشكل توافق المؤهلات مع المناصب المالية وتحديدها وكيفية ضبطها والعمل عطلة التنصيب المعني اشتركوا في القناة